اهلا من دكتور نحب نتعرف بحد دكتور خليفة محمود عبدالله استاذ امراض البطنة واحدة السكر جامعة اسكندرين اهلا بيكي دكتور كنا حبين نعرف اكتر ازاي مريد السكر ممكن يمنع مضاعفات السكر وهل ده ممكن ولا المضاعفات جاية جاية بعد السكر والله حاجة وده سؤال مهم لان الناس دايما بيجي لها احباط او ما تعرف انها عندها سكر خصوصا الايام دي بعد الحملة القومية اه المعمولة عشان يكتشفوا فيروس دلوقتي بتدوا يحللوا للناس سكر فعدد كبير جدا جدا من المصريين اكتشف انه عنده سكر وما يعرفش احنا طبعا اه كنا بنطالب من زمان انه يعملوا للمصريين لانه عندنا عدد الناس اللي عندها سكر ولا تعلم قد عدد الناس اللي عندها سكر وتعلم فبتتكلمي في عدة ملايين من الناس عندهم سكر ده يرجع لسؤال حضرتك مضاعفات السكر قابلة للمنع وقابلة من منع بس لها شروط ازاي حاج بتقول هل ممكن نقل الحوادث العربيات في مصر احنا عندها نسبة عالية جدا من الحوادث والاجابة اه بس نقل لها ازاي هناك لابد ان يكون يعني التزام بحاجات كتيرة السرعة الشوارع قواعد السلامة لانها سبتت نيجي بقى للسكر اول خطوة لمنع مضاعفات مضاعفات سكر بتحتاج سنين عشان تحصل يعني مش مش بتحصل في يوم وليلة هي بتحتاج سنين بس المريض ما بيحسش بيها ففي الاخر لما يبتدي يشتكي بيروح للدكتور بعد ما يشتكي تكون المضاعفات حصلت وبالتالي بيقولوا ان مضاعفات سكر من قدرش نمنحها لأ انت استنيت لما حصلت بان بتدور زي ترجحها وده اللي صعب فبالتالي اول خطوة انك تمنعي السكر اصلا وجيلك ما دي اول خطوة من المنع المضاعفات ما تخليش المرض يجال ده نعلم ممكن اه طبعا كل الدراسات قالت لو الانسان المعرب للسكر اللي عنده استعداد وراسي سنين السيدة بجالحة سكر حمد بسموهم دول المجموعة الاكثر عرضة للسكر الناس دي لو مشت على نظام غزائي وبياضي معين ثبت بكل مش بعدوية بكل الدراسات نسبة كبيرة منهم ممكن يمنع ظهور السكر وطبعا السمنة المفرطة جدا اصبح دلوقتي كمان تدخل الجراحي يعني باي طريقة دخل الجراحي لو فشل بالنظام الغزائي انه يقلل وزنه حيمنع السكر يبقى لو منعت السكر يبقى منعت المرض من الاول وبالتالي مضاعفات ما جدش من الاول الخطوة التانية انك تشفو بدري لو كان عندي المشكلة ان السكر ملهوش اعراض في الغلبية العظمة من الناس وده عكس كل مفهوم الناس لما تقول الناس انت محللتش عبلي كده يرده مدنيش عراض انا مكنتش حاسس بحاجة ماملش بقول كتير مش عطشان ما بخسش وبالتالي مكحللتش فعايزين موصل للناس ان خمسين في المئة من اللي عندهم سكر اصلا ما عندهمش عراض فلا تعتمد على هذه الاعراض لانك هتتأخر جدا في التشخيص طالما عندك استعداد وراسي او انت من الاشخاص اللي بنصنفهم عندهم استعداد اكتر للسكر لو سمحت مرة كل سنة مرة تحلل السكر صغير عملايا في المنتهى البساطة العشكوتر احنا مبسوطين من الحملة ان موجودة في الوقت التشخيص هتكتشف ناس كتير جدا عندهم سكر اذا لو اكتشفته بدري هقدر بقى انظم عوامل الخطورة بدري لبقى دي الخطوة التانية مستناش لما تجيلي المضاعفات لو اكتشفت باني عندي سكر او انا انسان قريدي عندي سكر الخطوة التالتة امنع المضاعفات ازاي نظبط عوامل الخطورة التي تؤدي لمضاعفات زي المثال العربية قلت لحدك مامشيش بسرعة مامشيش في شبورة مامشيش في رملي وحشة مامشي دي عوامل خطورة تؤدي الحوادث في السكر هما ايه نمرأ واحد الدهون والكوليسترول للأسف الشديد اقدر اقول تلتين مرضى السكر في مصر ما بياخدوش دواء كوليسترول مع ان كل قواعد الراك في العالم لو انا مريض سكر فوق سنة 40 سنة لازم اخد دواء كوليسترول حتى لو كوليسترول يواطي اقل من 40 سنة باخدوه في حالة واحدة لو كوليسترول يدار فوق المية فوق المية ده رقم كمان خاص لمرضى السكر ده اهم من نظبط السكر للأسف المريض عندنا اهم حاجة بالنسبة له رقم السكر كامل وبينسى الحاجات دي فاذا اثبت كوليسترول اثبت الضغط ثاني عامل خطورة امنع التدخين ثالث عامل خطورة بعدين اثبت السكر واثبت السكر برضو مش بالاعراب من المريض بياخد العلاج ولك ما بحللش اصلا حاسس انه كويس هاي دي المشكلة الكبيرة عندنا الاحساس بالانه كويس الارقام الصايم وبعد الاكل لها ارقام عالمية في الغالب اقل من 130 صايم اقل من 180 بعد الاكل او تركوه 100 اقل من 7% لو انا صببت العوامل دي مع ممارسة رياضة وحافظت على وزني تقل مضاعفات السكر 80% ده اللي عندهم احنا اتفقنا هممكن نمنع المرض من الاول لكن لو حصل لو عملت دول لكن المشكلة فين المواظم المرضى ضغطه عالي شوية بيقولك قسم مش حاسس بصدع برضو المشكلة بيتحركهم الاحساس سايب ضغطه وسايب سكره وما بيتابعش كوليستروله وبيدخن وما بماملش رياضة بنرجع يقول السكر وحش السكر هو العمل كلام دي انت سايب كل الامور دي ده مش كده كمان هارجع اقول في خطوة رابعة شو في كام خط دفاع لو انا عندي سكر وبعمل كشف دوري على المضاعفات ممكن اكتشفها في المرحلة اللي هي قابلة للعلاج قبل ما اشتكي مثال واحد هتدير حضرتك زول الكلة نصف حالات الفشل الكلوي في العالم سببه السكر حاجة مرعبة وتخوف نصف بالظبط اي مركز غسيل كلوي نصف المرضى مرضى سكر حاجة تخوف طب نعمل عشان نمنعه غير نزبط عوامر خطورة التفاقنا عليها اعمل كل سنة يسمونه كشف دوري حاجة اسمها زولال البول الدقيق في البول بينزل قبل ما يحصل فشل الكلوي بسنين وقابل للعلاج في المرحلة الاولى بس ما قالهوش اعراض فالمريض ما بيعملهوش ليه عشان مش هاسس بحاجة او الدكتور ما قالهوش طبعا الدكتور ما قالهوش بأن مريض ساعتها مظلوم لكن لازم يعمله كل سنة لو اكتشف الزلال بيتدخل بيوقفه فبيحافظ على الكلة ما يحصل لهاش منع منع السكر اكتشافه بدري انا بكلم على المراحل ولو اكتشفته هزبط عوامر الخطورة ثم اعمل كشف دوري وبالتالي نقلل الاحتمال جدا لكن ما ما بنعملش ده ما نجيش نشتكي من السكر من السكر مرسي يا دكتور كده على وقتها حضرتك شكرا اشتركوا في القناة